الاراضي المحتلة في فلسطين تعج بالمتظاهرين فما القصة؟ بعد نجاح نتنياهو بتشكيل تحالف من الاحزاب الاكثر تشددا بتاريخ دولة الاحتلال قررت الحكومة احداث تعديلات على السلطة القضائية في البلاد الامر الذي واجه مغارضة شديدة بلغت ذروتها امس الاحد عقب اقالة وزير الدفاع في الكيان الصهيوني حيث نزل مئات الالوف الى الشوارع في مظاهرات حاشدة رفضا لتلك التعديلات تمكنوا خلالها من اختراق الحواجز الامنية المحيطة بمنزل نتنياهو الامر الذي رضخ له الاخير فاعلن عن ايقافه خطة التعديلات برأيك هل تتوقف هذه المظاهرات؟ ام ان القطار قد فات نتنياهو وحكومته؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر